أعلن رئيس حزب إرادة جيل النائب تيسير مطر أن الحزب قرر دعم ومطالبة الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد مطر في بيان أن الحزب بكافة نوابه وقياداته أكدوا ثقتهم في قدرة الرئيس أسيسي على العبور بالوطن إلى بر الأمان والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق تطلعاته ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية وأضاف رئيس حزب إرادة جيل أن قرار الحزب جاء بهدف تحقيق المصلحة القومية لمصر والحفاظ على المختسبات التي تحققت في عهد الرئيس أسيسي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا